اهلا بكم. اهلا بكم. الفيديو ده ان شاء الله هحاول اوريكم بعض الموكس اه اللي انا مهتم بيها وشايف انها قيمة جدا وبقية الموكس الحقيقة حتى اللي انا مش هتكلم عليه ممكن تلاقو فيها زي ما قلت لكم اه ماتيريا الكويسة جدا ان شاء الله. اه تعالوا بلقيتي نروح مع بعض اه اه اول صفحة الفاضية عندي اول ويب سايت احب بكلمكم عليه اسمه كورسيرا دوت اوكي اه كورسيرا دوت اوكي اه ويب سايت اه جميل جدا عاملها مجموعة من الجامعات اه جامعات كبيرة من حول العالم هتلاقوا منها في اوروبا ومنها في كوريا حتى والصين اه تقريبا كل الكورسات معمولة بالانجليزي اه اه وبالتالي هتلاقي بسهولة ان شاء الله اه الكورسز اللي انت عايزة. هنا طبعا انا اه انت لما بتيجي تساين اوب على اه كورسيرا اه هتقدر تساين اوب بالفيسبوك اكاونت بتاعك او تكريت اه نيو اكاونت باستخدام الايميل وغيره. العملية ما هياش اه صعبة. اه انا عايز ادخلك على اه ان احنا نخش نبص على مجموعات الكورسز المختلفة. اه فتعالا مسلا لو هنتكلم على اه لو دوسنا على اه هيروح اه كورسيرا يفتح لنا مجموعة الكورسات اللي تحت بتاعت اه اه من القورسز اللي هي اه معروضة تحت اه دي. تقدر انت اه تخش على اي كورس منها انت عايزة تتفرج عليه. وتبتدي مسلا هنا انا هبتدي بااا ستانفورد انترو داكشن تو فود انت هلو. كلمة ستانفورد السابقة للاسم معناه ان جامعة ستانفورد هي اللي مقدمها الكورس ده. جامعة ستانفورد اه لو ما كنتش تقرف عنها فهي احدى اه اكبر الجامعات اللي في امريكا هما ومقرها في تاليفورنيا. اه والحقيقة هما من الناس من الجامعات اللي اه يعني بالتأكيد ناثق في اللي هما اه بيده لنا. اه مادعيا عندك تقدر تنرول على طول في الكورس وتبتدي تشوف الماتيريال بتاعته. الكورس ده يبتدي واحد وعشرين اكتوبر. احنا لسه اه تلاتين سبتمبر النهاردة. اه وبالتالي لو دخلت مش هشوف كل حاجة لكن ادي موجودة الكورس 100% اونلاين. اه الكورس اه ببلاش مفيش في فلوس. اه لو عايز هتدفع اه مبلغ مش كبير المهم ان ادي اه اه الانترس في ساعة الكورس. اه اتلاقي اه الكورس بيتكلم عن ايه تفاصيله. ممكن كمان تبتدي تخش على اه الكنتنت بتاعه. اه الاسبوع الاولاني هنتكلم في ايه. الاسبوع التاني هنتكلم في ايه. الاسبوع التالت هنتكلم في ايه. وهكزا. اه ومن هنا انت تقدر تتعرف على الكورس كويس قبل ما تقدم على الانرول. وان كان اه للحق يعني احنا بنقدر اه ندخل وانرول ولا ما عجبناش اه بنسيبه. اه اه فادي مسلا واحد من الكورسات. اه لو رجعت معاكم شوية الوراء ورجعنا للكورس اللي انا فيها. اه مسلا. اه هنلاقي اه واحد من الكورس مسلا هنا اه 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 فتحنا نفتح الكورس ده. اه هنبتدي ندخل اه اوكي ادي انت تعالى. اه تدوس هنا في هنا بتاعه. انا عايز اروح على ويك وان. اه من ويك وان اه كورس ده بفلوس. اه سوري انا دخلتوكو غلط. اه اه حتى اه يعني ده برضو هنا اه دي حاجة كنت عايز اقول عليها. اه الكورس ده اه اللي بتقدمه برضو دي واحدة من الاسامة الكبيرة في مجال اه الدراسات الطبية. انت ممكن قوي فيه كورس اه ما يعجبكش اه اه سوري فيه كورس انت عاوزه اه لكن اه بفلوس. اه هنا اه بتدفع مبلغ وعادة الفلوس ما بتبقاش كتيرة. فالكورس ده مسلا بكام اه هنلاقي هنا اه اه السعر اه اه لا الحياة مش موجود هنا قدامنا اه اه طيب. اه علشان بس مضايقش وقتكو. اه انت بتقدر اه اه انرول وتدفع فلوس او تقدر تنرول وبعين تقول له والله انا معيش فلوس. اه غالبا لما بتقول له انا معيش فلوس بتقدم على حاجة اسمها اه 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 بتقدر اه تطلب ان هو يشير من عليك المصاريف. اه اللي هي عادة بتبقى مبالغ مش كبيرة. اه والحقيقة اه يعني بما ان احنا من مصر في اغلب المرات الكلام ده بيتقبل اغلب الناس اللي عرفهم من مصر قدموا على في كورس اه اخدوه وعملوا ما دفعوش حاجة خالص. طيب فيه كورس بقى مفتوحة من غير ما انت محتاج تدفع فلوس عشان تدخلها. خليني هنا اخش مسلا على اه الكورسز اه اللي انا كنت دخلت فيها قبل كده. اه مسلا هنا اه كورس اه منهم فين? ادي حاجة اه 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 تقدر الشهادة بتاعة الكورس. اه برضو ادي التفاصيل بتاعته اه تعالى ننرول اه اه اقدر نقوله بقى ايه هنا انت عايز تدفع اه تسعة واربعين دولار الكورس ده لو عايزة من الشهادة بتاعته اه ادفع تسعة واربعين دولار اه حوالي سبعمائة خمسين جنيه مصري اه اه تمنمية جنيه مصري اه وده ما بلغميش قليل اه لكن اه بعض الكورسز قد تهمك ان انت تاخد شهادة علشان شغلك او علشان اه تقدمها في حاجة معي. انا غير كده بتقدر تقوله دي اللي هي مفتوح فيها فكرة ان انت تعمل وانسا انا قلت له انا من حق اكمل كل حاجة في الكورس واشوف كل حاجة في الكورس بس مش من حقي ان انا اخد شهادة اه في الاخر. الكلام ده مش في اه مش في كورسيرا بس ده موجودة على اغلب الموكس اه التانية اه زي اديكس وزي وغيره هشوفهم دلوقتي ان شاء الله واحنا اه مع بعض. اه اولا دخلت الوقتي على الكورس طيب دخلني عم على اه ويك وان اول اه محضرات في الكورس اه سوري هو اعتقد هنا ده ويك وان ولا ويك تو ويك وان اوكي هنخش على الفيديو الاولاني اه وما الى ذلك اه الفيديو اه هتلاقيه موجود تقدر تفرج عليه اه هتلاقي الماتيريال تحتها هنا فيه اللي هو اه بيكلمك اه عن اه يعني سوري بتاعت الكلام اللي بتقال اه تقدر اه تعمله اه وتقدر اه تخش على النقطة اللي بعديها اه هنا بيديك فرصة ان انت تاخد نوتس وانت بتتابع الكورس لو انت عايز تكتب النوتس هنا بتكتبها بنفسك ودي بتبقى بتاعتك انت اه فيه بقى اه ممكن نلاقي كمان حاجات اه نقراها او نتفرج عليها اه برة الموك انا قد بقى اللي بنيكست ناكست ناكست علشان اوصل لحاجة مختلفة الكورس ده انا اول مرة افتاحه الحقيقة اه اه معاكم اه هنا هتلاقي كوز اه لو عايز اه تاخد الكوز اه تجاوب على الاسئلة اللي موجودة ويديك الدرجة اه ممكن هتلاقي اه في بعض الكورس بتلاقي كمان بديك السلايدز بتاعتها اه تقدر ته تنزلها وتتفرج عليها افلاين اه هنا اه ادي كوز تاني اه وما الى ذلك فده واحد من الكورسز اللي اه موجودة واللي ممكن تستفيد بيها من على اه كورسيرا طبعا انا مش اقدر بقى اي حال من الاحوال ان انا اقعد اه اوضح لك كل الكورسز وفيها ايه وما فيهاش ايه انت محتاج تخش بقى بنفسك وتعمل اكاونت على كورسيرا اه تاني الادرس اهو كورسيرا دوت اورج اه خش عليه وشوف اه اللي ممكن تعمله من عليه من الحاجات التانية اللي بحب اه افراجكو عليها هو اه اديكس و اديكس برضو اديكس دوت اورج اد اكس دوت اورج اه لما تدخل على اديكس يعنيش بس بيحمل اه لما بتدخل على اديكس بتلاقي صورة مشابهة للي اللي لاتها على كورسيرا وان كان الصوف طير بتاعهم مختلف اه اديكس برضو جمعتين كبار بس ده جمعتين بس بقى كبار جدا في امريكا اسمهم ام اي تي و هارفرد اه ممكن تكون سمعت على الاسم قبل كده او ما سمعتش لو دورت على اما اي تي و هارفرد هتكتشف ان هما من اكبر الجامعات في العالم على الاطلاق في مجالات كتيرة المهم ان انت برضو تقدر تخش هناك على كورس اه بنفس الطريقة بتخش على الكورس فيه كورس ببلاش اه وعلشان تاخد شهادة تدفع فلوس وفيه كورس لازم بتدفع فلوس او بتقدم على ان انت تاخد فيها اه وبردو كتير ما بيشيره من عليك اه الكلام هنا بقى نلاقي مثلا حاجات زي سيلوبس اهو بي دي اف فايل نقدر نشوفه وننزله اه تيم ليدر جايد مثلا انا هفتح دا دلوقتي اه 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 what should be done اه من خلال التيم ليدر في اه موضوع الماينفولنس اللي هو موضوع الكورس اللي احنا نتفرج عليه وادي اه الماتيريال تقدر تعملها دونلود طبعا على طول من هنا او تعملها برينتنج لو ان انت اه ما بتحبش تقرر حاجة على الكمبيوتر اه فده كده بسرعة اه ادكس برضو اه انا مشيت فيه بسرعة مش زي كورسيرا لان بازيكلي اه كلهم في الاخر اه بيتعاملوا تقريبا بنفس اه الطريقة كان في واحد تالت انا ذكرته في وسط كلامي اسمه آآ 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 برضو زي آآ آآ ادكس وزي كورسيرا آآ فيه كورسز جميلة جدا آآ وهو برضو آآ اهو زي ما انت شايف الادرس هنا آآ لو دخلت عليه آآ ممكن تلاقي عليه آآ كورسز حلوة طيب آآ فيه غير كده فيه كتير آآ آآ انا آآ مش آآ آآ عدي فيهم كلهم يمكن انت شايف انا حاطت هنا لست بعضها انا بحس انه مش قيم وبعضها بحس انه قيم لكن انا عايز الحقيقة اوريك آآ ويبسايت تاني اسمه ادراك وده بقى لي اللي عايز يسمع آآ كورسز بالعربي آآ ويستخدم الماتيري اللي بتاعتها وزي ما بقولك كتير من آآ آآ ويبسايت دي بتبقى الماتيري اللي بتاعته آآ آآ السي سي آآ لايسنس وبالتالي تقدر تستخدمها على طول في شغلك آآ من غير اي حرج عليك آآ وانت بتستعمله آآ ادراك آآ آآ الحقيقة آآ ويبسايت آآ معمول في آآ الاردن آآ وبتدعمه المالكة الرانية آآ آآ والفق الوابسايت ده عليه مجموعة كبيرة جدا من الكورسات الميزة الاساسية فيها انها بالعربي وبالتالي لو انت اللغة بتاعتك آآ مش قوية قوي ممكن تلاقي ماتيريال بالعربي والاهم من كده آآ ان انت لو محتاج توصل الماتيريال دي آآ لحد من المتدربين معاك او حد من آآ الطلبة آآ بالتالي برضو آآ حاجز اللغة مش هيبقى موجود آآ فهنا انتو شايفين التايتلز بالانجليزي لكن الكورس دي الحقيقة في العربي فانا مسلا لو فتحت آآ هنا ايه آآ ده آآ هتلاقي آآ لما تفتحوا ده الكورس الفيديوهات كلها بالعربي والماتيريال الموجودة آآ ده كورس رطيف انا كنت آآ خدته آآ من فترة آآ دي آآ ايه المحاضرات والوالوالوالانتروداكشن موجودة آآ آآ تعريف بآآ كل حاجة في الكورس لو انت عملت له آآ دخلت عليه وعملت آآ اشتراك في الكورس آآ بتدخل برضو هنا على حاجة اسمها كورس وير آآ كورس وير هو اللي هيوصلك على آآ المحاضرات واحدة ارى التانية وتقدر تتفرق عليهم آآ آآ الدكتورة اعتقد كان اسمها آآ مش فاك الحياة لأسف اسمها آآ آآ ليدة الكورس ده بس واحدة من الناس اللي عندهم خبرة آآ آآ عريضة آآ في الموضوع ده آآ آآ بتاع عرفنا عن الكورس آآ آآ نقدر نمشي معاها زي آآ البالية آآ تاني وابسايت الحياة احب اقدمه بالعربي آآ 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 آ� الجولة السريعة دي الحقيقة مش هتغنيك باي حامل احوالي عن ان انت تدخل بنفسك على الويب سايتس اللي انا اتكلمت عنها او غيرها بحيث ان انت تستكشف برضو هتعمل سيرش على واحد من الكورس باي تايتل باي كي ويرد انت عايزها تقدر تشوف والله الكورس ده يفيدني او ما يفيدنيش او حتى تفتح اول كم محاضرة فيه خصوصا لو ببلاش تقدر تفتح وتشوف المحاضرة والتانية والتالتة شو بيتكلم عليه وزا كان اديك بتكمنه مش اه بتخش على كورس تاني اه لان انت كمعلم وكمدرب انت محتاج دايما ان انت تنمي اه من معرفك اه والاهم من ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه اصلا اه في المحاضرة بتاعتنا ان الماتيريال دي ممكن اه نستخدمها في المحاضرات اه بتاعتنا اه اخر حاجة بقى عايز اه اوصل لها هنا معاكم اه هي بعض النوتس عن الموكس اه ان انت اه ممكن اه يكون احسن لك اه في كتير من الوقت اه ان انت اه تشتغل على اه اللينكس بتاعت الكورسز او الفيديوز من ان ان انت تحطها عندك او ان ان انت تنزلها لو عايز تتجنب اي اه مشاكل اه غالبا اه برضو اه في فايدة تانية وهي ان انت لما بتدي اللينك دي لالتريني او للستودنت اللي معاك بيبقى نوع من نوع التغيير مش كل حاجة شايفك انت بس اه ولا المتيري البتاعتك انت بس اه بيبقى اه بتوري وسائل اخرى ممكن يتعلم بها لان احنا مسئوليتنا ان احنا اه نفتح الباب قدام المتدربين والطلاب بتوعنا ان هما اه يتعلموا لوحدهم مش معقول هيفضل معتمد على ان حد بيعلموا على طول لان افانشولي لازم اه مش هيلاقيني في يوم الايام ومش هيلاقي غيري ولازم اه ندربهم ان هما اه يستمروا في التعامل اه في التعلم اه المستمر اه دي كانت اخر حاجة كنت عايز اقولها في موضوع الكوريشن ان شاء الله بقى المحاضرة الجاية هنتكلم على الكريشن اوفلاين اه الاوفلاين كريشن اه هنتكلم عليه بسرعة باعتبار ان هو اه حاجة اغلبنا ممكن يجوا تعرف عليها بس احاول اديكوا بعض اه اه يعني التولز الجديدة اللي ممكن تكونوا ما سمعتوش عنها اه والاهم من كده ان انت اه محتاج تطبق كل حاجة احنا كده عشان كده احنا المحاضرة دي الليها الاساينمنت الاساينمنت موجودة اه عندك على اه الجوجل كلاسروم اه تعملها اه رجاء انك تعملها واسلمها اه علشان لو عايز تكمل معنا الكورس اه اه نطلع لك ان شاء الله اه الشهادة بتاعتو اه هتاخد فيدباك ان شاء الله على الاساينمنت دي اه علشان تحسنها لو احتاج التحسين لو كانت اه مقبولة او ممتازة وان شاء الله تطلع ممتازة اه يبقى خلاص اوكي اه بتاعت اه اوفلاين كريش مع السلام اشتركوا في القناة